بعث الدكتور القصة أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر برقية تهنئة لرئيس عبد الفتح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما بعث رئيس الطائفة الإنجلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار حمد الصاوي النائب العام وكبار رجال الدولة والمسؤولين